كيف يمكن استغلال المواجمين النادي الأهلي لأنصاف الفرص في ظل أنه هيبقى فيه تكتل كبير جداً جداً من لعيبة الترجل بصاً كابتن إسلام المطش ده عايز تركيز 100% عايز كونتاكت مع لعيبة كلها عايز كلمة باور خير طبيعية عايز وسام لو لعب بيرستاو لو لعب حسين الشحات ما فيه كونتاكت عايز كابتن اللي هو طول الوقت لو محمد هاني يزيد يعمل كرصا كتير مروان يشوت على الجون إمام عشور يشوت على الجون يبقى فيه روح ويبقى فيه حتى كابتن بقى أنا نازل ومتأكد ما في المئة اللي أنا هكسب الماتش نازل وبشجع نفسه بشجع اللعيبة اللي أنا هكسب كل واحد يستغل جدًا كابتن وكتول الوقت أتكلم في الملعب بشجع بعض حتى كل فرصة النادي الأهلي ممكن التسعين دي أو الخمسة عين دي جيله فرصة أو فرصين أو تلاتة لازم اللعيبة مستغلة كويس لازم تبقى مركز ما في المئة في الماتشة كابتن إسلام ولازم اللعيبة تسعب بعض في ملعب دفاعيا وهجوميا لازم اللعيبة تبقى عندها روح وعزيمة لو كورة بتاعت الترجي مع كورة بقى لعيب واحد ولعيب اتنين يخشوا عليه اللعيبة تبقى عارفة ومتأكدة اللي الماتش ده حيوصلنا في حتة تانية خالصة كابتن إسلام فلو اللعيبة ركزت في الماتش ده وكل واحد استغل الفرصة بتاعته لعبنا على الأجناب ولعبنا إمام عشور استغل ميزات الشوت والأسستات ومحمد هاني لو لعب بيبقى الكورسات الكتير وسام يستغل الطول بتاعه ويستغل الكهور السابتة حسين الشحات لو راح واحدة ده واحدة كابتن إسلام ودخل جوه زي ما بيشوت أو بيرس تاو والحاجات اللي بيعملها كويسة ده أنا شاف الناد الأهلي ممكن يعمل نتيجة كويسة ممكن يكسب واحد أو اتنين في الماتش ده إن شاء الله بإذن الله